اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صفات الطوالع لكل الطوالع اللي من خلالها انت بتتأكد من طالعك ولكن يبل ما احنا نحكي هاي الشغلة بدي انوه لامر انه ممكن انت تسمع مثلا طالعك يجي بين مثلا نحكي السرطان والاسد وبتاخذ انت صفتين من السرطان ومن الاسد هذا يعني انو طالعك هو في السرطان وباخذ من الاسد يعني في نصف السرطان وباخذ من نصف الاسد فباخذ انت من صفتين البرج ولكن بنحسب انو طالعك سرطان الآن ممكن أنت حاسب طالعك غلط يعني أنت حاسب مثلا على توقيت وأنت أساسا لازم يكون توقيت صيفي أو حاسب على توقيت شتوي وهو توقيتك صيفي فهذا الإشي بنحسب غلط يعني فيه تقديم أو تأخير لبرج فأنت عشان تتأكد بدك تسمع الصفات فإذا الصفات بتنطبق عليك فهذا هو برجك ماشي تفقنا خلينا نبدأ طالع الحمل بتميز الشخص اللي من طالع الحمل أنه حرك نشيط عنده دينماكية عنده حركة عنده اندفاع عنده طاقة كبيرة بس أحيانا بكون عدواني في تصرفاته يعني صحيح هو صريح جدا وكريم ولكن تنقصه في بعض الأحيان الدبلوماسية بحب أكثر إشي اللون الأحمر ولما بيمشي دائما بكون ماشي وراسه شوي نازل لتحت منخفض شوي أكثر المتاعب الصحية دائما بتتركز في الرأس يعني عنده مشكلة دائما في الرأس عنده بالجيوب بالعيون صداع تساقط شعر حتى ممكن أسنان ومن الإحتمال ومن الإحتمال أنه بالأغلب دائما هذولا بكون في عندهم يا جرح يا إصابة موجودة في الوجه يعني علامة مبينة واضحة بتكون في الوجه طالع الثور يعني منشوف هذا الشخص دائما بكون عنده صبر ونوع من الاتزان والركازي هيك وبتحرك دائما بحركة بطيئة يعني مش إنسان سريع دائما بدرس أهدافه بدرس تحركاته بعرف وين يحط رجله منشوفه دائما هذا الشخص بحب الأكل بحب الطعام بحب الطبخ بحب يدخل المطبخ بحب يجتهد دائما في أمر الأكل ويجرب الشغلات دائما الغريبة وبكون عادة هذا طاهي متفوق لأنه مبدع بصورة عامة هذول الأشخاص اللي طالعهم الثور دائما بكونوا عندهم نوع من البدان أو النصاحة إلا إذا يعني شوي قليل أو نسب قليل منهم بكونوا عادة رشيقوا القوام هاي من النوادر بنجذبوا أكثر إشي للمناظر الطبيعية والأماكن المفتوحة وبيقدروا دائما الناحية الفنية والجمالية طالع الجوزاء هذول جماعة اجتماعيين مفكرين كثيرين الحركة والاتصالات وعادة من كثر حركتهم دائما لازم يضرب في إشي يا في باب يا في طاولة يا في يا رجله بتنكسر يا إيده بتنكسر يعني في عنده نشاط غير طبيعي بعرفش يثبت بعرفش يهدى وعنده اتصالات كثيرة بحب الاتصالات بحب الأجهزة التليفونات بحب يتواصل مع الناس بنجح دائما في مجال الدراسة والتحليل دراسة المواضيع وتحليلها ودائما هدولة بيتعرض جهازهم العصبي لمتاعب من كثرة التفكير تلاقي عندهم آلام في المعدة صداع توتر رجف في الإيدين أو حتى إنه ممكن بوك الأضافر وبحبوا دائما الأمور اللي إلها علاقة بالمجالات الفنية بحبوا هدولة العزف على آلة موسيقية مثلا إشي إلو علاقة بالجمال بالرسم بالخط بالتصوير طالع السرطان هدولة جماعة حساسين رقيقين دائما بيبدوا اهتمامهم بالناس المحيطين حواليهم مزاجيين متقلبين بمشاعرهم بتأثروا من المواقف العاطفية عندهم ردة فعل سريعة بدون تخطيط بدون تفكير بيميلوا للانشغال دائما يا في المطاعم يا في الفنادق يا بالملاجئ يعني بأي مكان بيدموا فيه خدمات أي إشي فيه عملية خدمات للناس وهدولة من قسمه لنوعين نوع منهم بكون ضخم الجثة ومستدير الرأس والثاني نحيف وسريع الحركة طالع الأسد هدولة من شوفهم جماعة معتدين بنفسهم عندهم ثقة دائما يعني بحاولوا انهم دائما يتسلموا السلطة ما بحب يكون مرؤوس دائما بحب يكون رئيس بحب دائما يمسك زمام السلطة ثقته بنفسه قوية جدا بحب يجذب الأنظار لإله بشعر بارتياح كبير إذا تسلطت عليه الأضواء بيسعده إنك تطلب منه النصح بس ما بحب إنك تنصحه بحب أكثر إشي شغل المعقد الميكانيك الإلكترونيات البرامج يفك برامج يعني الشغلات اللي بحاجة لتفكير وإنه لما بينجز بتفاخر فيها إنه أنجزها ومن صفاته الصراحة القدرة على التنفيذ وحبه للمراهنة يعني إذا بتتحدى دائما لازم يثبت إنه هو الصح وهو اللي بقدر ينجح فيه مكانه طالع العذراء هدولة جماعة من بيجوا من الأشخاص الطراز المحافظ التقليديين يعني بيلبس حتى لبسه بحب البدلات بحب الرسمي بحب الأشياء اللي ما فيش فيها ألوان كثير يعني بحب هيك يكون رجل أو يعني بيهتم في نفسه اللي يورجي الناس إنه هو إنسان عادي مش الإنسان اللي بحب يلبس ألوان ويتعامل كالشباب أو البنات إنها تتعامل لا بتحب هيك إنه يكون فيه نوع من أنواع البريستيج إن كان شاب أو بنت عندهم قدرة على تحليل الأمور والتدقيق فيها بكره الفوضى وبكره المفاجآت بحب كل إشي يكون عندهم منظم مهما كانت الأمور بحب دائما ينظموها ويرتبوها يعني حتى ممكن تصل لمرحلة إنه أنت بتتعقد من الدقة اللي هو يعيش فيها بكره الفوضى بكره المفاجآت بحب تنظيم أموره قدر المستطاع يعني لحد الكمال حتى بتوصل نشيط في عمله ولكنه منتقد لكل صغيره وكبيره بميل للعمل في الخدمات الصحية والنشر والتعليم طالع الميزان هدولة جماعة بتشوفهم أنيقين الملبس بيهتموا بحالهم لطيفين المعشر ناعمين جذابين دبلوماسيين اجتماعيين ابتسامته حلوة دائما بحب يكون مبتسم تقطيع جسمه متناسقة بحب يهتم في جسده من السهل أنك تتفاهم معه بميلوا هدولة العمل دائما في المجالات الفنية في التصميم في التنسيق في الديكور في السلك الدبلوماسي في القضاء طالع العقرب هدولة أشخاص عينيهم بتكون تتكلم يعني بتكون تتكلم نيابة عنهم نظرتهم ثاقبة عندهم قوة للمشاعر عالية جدا عندهم قوة للعواطف عالية جدا حتى لو أنه بكبتها داخله ولكن ظاهرة من عينه بحاول بدوره كشف كل شيء بكون حواليه بحب يعرف كل شيء بحب يعني أدق التفاصيل خلص لحالها بتجيك إذا بشوف إنسان ساكت أو ملتزم الصمت بده يعرف إيش اللي في راسه بظل يلف حواليه لحد يتما يعرف ما بهدى بجذبه اللون الأسود وملعب الجنس دور فعال في حياته طالع القوس هذولا أشخاص متفائلين جدا رياضيين على الأغلب بتلاقيهم اجتماعيين وصريح جدا في تصرفاته يعني بتحس أنك أنت بتتعامل دائما مع طفل إذا حدثته بقاطعك أكثر من مرة ما بعرف لا اللف ولا الدوران بيحب السفر والترحال بتشدوا الأمور الفلسفية والدينية بيهتم بالخيال بشكل خاص جدا هذولا لازم إنهم يتعلموا الدبلوماسية في التعامل مع الغير والأغلب هذولا دائما بكونوا رياضيين أو بيحبوا الرياضة بشكل كبير طالع الجدي هذولا بيبينوا إنهم أكثر جدية وأكثر تصميم من غيرهم جديين راكزين حتى في لبسهم لديهم قدرة ملحوظة على المواضبة يعني ناشطين جدا بيحب دائما يكمل أموره دائما بيطمح للمراكز القيادي للسلطة لمركز مرموق إشي بالرفعة هيك هذولا عادة يعني ما بيعرفوا الضحك إلا بالمناسبات ما بيعرفوا الإنبساط إلا بالمناسبات بيحبوا يتعاملوا دائما بجدية عشان هيك هذولا أكثر ناس بكونوا بحاجة للترفيه وبكونوا بحاجة إنه أنت تطلعهم من الجو اللي هم فيه أكثر المناطق الحساسة عندهم دائما الركبتين والأسنان طالع الدلو هذولا أشخاص بيحكوش وبتحركوش إلا بشكل فردي ملفت للنظر ما بيحبوا يكونوا جماعات ما بيحب إنه واحد يشور عليه أو يقوله أنت شو تعمل دائما هو بده يعمل دائما بيفاجئ الغير بتصرفاته بيبحث عن عمل بيرضيه بيرضي استقلاليته وحريته وعادة هو بيحط لنفس القوانين والقواعد اللي بتناسب شخصيته ما بيهم القوانين اللي موجودة ولا بيهم القواعد الموجودة دائما بيحب يكسرها هو اجتماعي ودائما بنظر لكل الأشخاص بنظرة مساواة ما بيفرق ولا بأي شيء بتعامل مع الكل على أنهم شخص واحد طالع الحوت أهد ولا جماعة رومانسيين حالمين فنانين عندهم خيال خصب جدا بشدهم دائما علم السينما والمسرح والروحانيات مزاجيين يعني إذا ذايكت شوي هيك عادي بهرب على عالم من واقعه هو هو بخترع عالم خاص فيه بنزوي عن الناس بأخذ على جنب هيك وبعيش لحاله الإشي اللي أنت ذايكت فيه وهدول الأشخاص أكثر ناس دائما بتورطوا في مشاكل لها علاقة يا بالكحوليات يا بالمخدرات يا الموبقات يا إما بأخذوا مسكنات يعني أي شيء دائما بمدخنين شريهين لأنه شوي هيك بخلي الأمور عندهم فيها نوع من أنواع الهروب من الواقع طبعا عشان ما حدش يزعلها سيقولك لا أنا ما عندي شيء الأشياء مش كلهم جزء كبير منهم هيك بعد ما خلصنا صفات الطالع وعرفنا كل برج إيش بعض الصفات الأساسية اللي بتنطبق على الشخص وطالعه رح أحط في صندوق الوصف رابط لصورة الصورة هاي فيها جدول الجدول بسهل عليك الوصول لطالعك بدون ما تدخل على أي برنامج أو على أي موقع وبإمكانك أنك تحتفظ فيه وبسهل عليك عملية الحساب لأي شخص ولكن ممكن أنا عمل الجدول لأنه على منطقة الشرق الأوسط يعني بتقدر أنت تزيد عليه واحد طالع أو تنزل منه طالع وتشوف الصفات وتشوف إيش اللي بنطبق عليك هسا في دول بتزيد عن الشرق الأوسط أربع ساعات حاول أنك تزيد أربع ساعات عن منطقة الشرق الأوسط عشان أنت توصل للطالع هذا بسهل عليك للحسابات ما بقدر أحسب لكل العالم ويكون جدول لكل العالم استعنت بهذا الجدول على أساس أنه يسهل عليك عملية الحساب السريع للي ما بعرف البرامج طيب رح نحكي عن النقطة اللي هي طريقة استخدام الجدول الجدول زي ما بتشوفه على اليمين موجود تواريخ يعني تواريخ ميلاد بيجي الفارق ما بين التاريخ والتاريخ تقريبا عشر أيام هسا أو خمس أيام انت مثلا لنفترض أنه تاريخ ميلادك سبعة ثمانية تيجي انت على شهر ثمانية بتشوف التاريخ اللي أقرب لسبعة ماشي هذا التاريخ بيكون هو اللي انت بدك تمشي عليه الآن بتمشي على الجدول بالعرض لحديت ما يتلاقى عموديا مع ساعة الميلاد هيك هذا المربع بيكون هو الطالع طيب الآن احنا حاطين رموز جد الجدي مثلا أس أسد عذ عذراء يعني بداية كل برج الحرفين اللي منه الآن انت بس تيجي تلاقي هذا الاشي خلاص معناته هو هذا الطالع اللي بتوافق مع الساعة اللي انت انولدت فيها هيك بتعرف الساعة اللي انت انولدت فيها وبتعرف الطالع تبعك إذا أخذت على الصفات اللي احنا ذكرناها في بداية الفيديو وفي مسألة ثانية موضوع طالع الباطني وطالع مش عارف إيش الروحاني وطالع القرآني هذا كل يات وإحنا ما من اعتمده هذا ما إلو علاقة بعلم الفلك هذا كعلم ثاني ما إلوش علاقة بعلم الفلك نهائيا ولا بدخل في حسابات علم الفلك اللي هو حساب الاسم واسم الام أو حساب اسم الاسم واسم الام واسم الاب على حساب الجمل وبطلع معاه عدد بعدين بنسبه لبرج فهيك هذا البرج بصير الطالع الباطن وهذا الكلام غير صحيح نهائيا وما إلو علاقة في الإش اللي إحنا بنشتغله الطالع هو طالع اللي هو وين كان الأفق في ساعة ميلادك عشان هيك دائما إحنا في حساباتنا لما نيجي نقول الطالع أو البرج الصاعد زي ما بسموه بعض الأشخاص هو اسمه الطالع دائما نقول لك أي ساعة مولود عشان نعرف في ساعة ميلادك الأفق له مكان شروق الشمس مش فترة شروق الشمس مكان شروق الشمس كان أي برج اللي قاعد بشرق منه إحنا بنعرف شو طالعك أرجو إنه يكون هذا الدرس نال إعجابكم واستفدتم منه وأي سؤال أو استفسار أو أي ملاحظة كتبوا ليها في التعليقات ورابط الصورة أنا رح أحط لكم في صندوق الوصف إن شاء الله تعالى يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء